تمكنت تعناصر الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية لشرطة القضائية بمدينة فاس بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة تراب الوطني تمكنت أمس من توقيف أربعة أشخاص من بينهم سيدة يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير محرارات رسمية والنصب والاحتيال كما كشفت عمليات التنقيط المنجزة أن أحدى الموقفين يشكل موضوع مذكرة محث وطنية صادرة عن الفرقة الجهوية لشرطة القضائية بفاس في قضية تتعلق بالنصب والسعمال وثائق مزورة للاحتيال على شركات بيع السيارات الجديدة هذا وتم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية إضافة إلى توقف كل المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية